اشتركوا في القناة تبرأ شيخ خبال أحمر من وفتها في يومية البلاد نطالع هكذا ستساهم الجزائر في القوة العربية في يومية الفجر وبعنوان تونس تنطفد ضد الإرهاب وأخيرا من يومية الحياة نقرأ عودة الاحتجاجات في عين صالح إلى التفاصيل وبداية مجردة الشروق وفي مقال تحت عنوان الحكومة تقنن تهريب دوفيزا وين كتب تشهروق عن الحكومة وضعت مجموعة من الشروط لضبط التجارة الخارجية وخروج العملة الصعبة حيث ربطت عمليات الاستراد والتصدير بترخيص إلا أنها جعلت من هذه ترخيص أداة في صالح المتعاملين خاصة هو التهريب الدوفيزا تحت غطاء عمليات الاستراد في خبر ثاني تناول تشهر قضية المبادرة الجزائرية لوقف إطلاق النار في اليمن وتحت عنوان مبادرة جزائرية من ثلاث نقاط لوقف إطلاق النار في اليمن إن قالت مصادر أن مصدر دبلوماسي جزائري أن وزير الخارجي رمطان العمامرة قدم لنظيريا المصري والسعودي المبادرة المتمثلة في مشروع من ثلاث نقاط وهي انسحاب الحوثيين من العاصمة اليمنية وعودة البرلمان اليمنية الذي تم حل في الإعلان الدستوري وإعطاء ضمانات أمنية وسياسية للحوثيين وحلفائهم في اليمن طيارون مرضى ومجنين يغمرون بحياة المسافرين هكذا كتبت الشروق وقالت أن خبراء يحذرون من وضعية كارثية داخل شركة الطيران الجزائرية من مؤكدين أن معايير السلامة الطبية للطيارين المنصوص عليها في لوائح منظمة الطيران المدني غير مطابقة في أرض الواقع في شركة الطيران الجزائرية على اختلافها والتي تنص على الزميد الخبرة الطبية والنفسانية والعقلية الدقيقة للطيارين قبل توظيفهم وكذا إخضاعهم من فخصات طبية دورية إلا أن الواقع في الجزائر مغير تماما ويكتلفه الغمود نختم بآخر خبر من جريدة الشروق أين أشرف علي فضير المدير العام لمجمع الشروق لنشر على توزيع جوائز على الفائزين في بطولة الجزائر للذاكرة في طبعتها الرابعة التي ينظمها مركز الذكاء الجزائري بأشارك عمام مجمع الشروق بالمركز العائلي كناس سابي بن عكنون وشهدت المبادرة بالإضافة إلى الوفد الليبي والوفد المغربي وانبلغ عددهم 59 مشاركا كما شهدت الدورة إقبالا كبيرا من طرف شريحة الأطفال الذين حرسوا على المشاركة في البطولة من البلاد نطالع هكذا ستساهم الجزائر في القوة العربية ونعطى الرئيس عبدالعزيز بوطفليقة لما تصارمة لوزير الخارجية في شرح الموقف الجزائري جيدا للأشقاء العرب كون دستور البلاد لا يسمح بخروج وحدات قتالية للمشاركة في أي تدخل أو حرب خارج الحدود الجزائرية وقالت البلاد أن الجزائر ستكون مشاركتها فعالة وهما إن توصل الرؤساء والملوك العرب إلى تأسيس قوة عربية مشتركة حيث ستساهم الجزائر بالتدريب العسكري وكذا تعاون الاستخبارات بالإضافة إلى التمويل المادي إلى يومية الخبر وضعت عنوان المعارضة الأزوادية تطرح سبعة شروط على الوسيط الجزائري ووضع تنسيقية الأزواد التي رفضت الاتفاق الأولي الخاص بالسلام في مالي سبع شروط أمام الوساطة الجزائرية مقابل عودة المفاوضات أهم وهو إنشاء برلمان جهوي يخص خمسة مدن في الشمال وتعيين شخصيات من أزواد في أجهزة الدولة التي تحمل صفة سيادية في الفجر التي تطرقت لموضوع مسيرة تونس المناهضة للإرهاب وبعنوان ألافة تونسيين يخرجون في مسيرة لمناهضة الإرهاب كسرت تونس شوكة الخوف بالأمس ونجحت في تنظيم مسيرة عالمية مناهضة للإرهاب شارك فيها زعامة ورؤساء دول عربية وغربية يتقدمهم الوزير الأول عبد المالك سلال إلى جنب ألافة تونسيين وكذا ربا على الهجوم الإرهابي على متحف باردو الذي أصفر عن مقتل 23 شخصا أغلبهم من السياح في يومية الحياة خبر يقول عودة الاحتجاجات بعين صالح وتجديد رفض السكان لمشروع الغازة الصخري أمس عدد من المواطنين المناهدين لمشروع الغازة الصخري بماديت عين صالح مطالبين مسؤولية القطاع بيتوقف عن عملية الحفر الذي كلفت به الشركات الأجنبي حيث جاب قرابة 600 شخص رفعين شعارات منددة بالمشروع أخيرا في الأخبار المحلية في جليلة الوطن التي تناولت موضوع جواز الصفر البيومتري وقالت الوطن أن أجال تسليم جواز الصفر البيومتري ستتقلص قريبا إلى أسبوع واحد أو إلى عشرة أيام على أكثر تقدير وقال عبد الرزاق أن تأخر المسجل في تسليم البيومتري يعود إلى الفائد المسجل خلال شهر نوفمبر وديسمبر الماضيين على مستوى الدوار نختم الأخبار المحلية بيالكاريكاتيرا الكاريكاتيرا الأول سنرد في ندوه من يومية الشروق الذي يتحدث عن الحكومة في خدمة الشعب ربما هذا كاريكاتيرا يعود إلى قضية تصريحات بعد الوزارة سابقا ربما كاريكاتيرا طبعا الكاريكاتيرا الثاني إن أمكن حول سلال هنا ربما سلال في مسيرة تونس ضد الإرهاب ربما هنا شخص يقول لاشا في بلادك لمنعنا وهنا تشارك فيها يرد عليه يقول له قصدك المسيرات الآخر يرجع يقول له لا سياحة ربما حول قضية بشاركة سلال في مسيرة بتونس ربما نعرف بأن الحكومة الجزائية تمنع المسيرات غير التي يعني ربما تعطيها تخيص طبعا سوسا إلى آخر كاريكاتير من يومية البلاد حول وضعية المستشفيات في الجزائر ربما نشاهد مستشفيات طبعا المريطة مباشرة إلى غرفة العملية وهي القبر ربما هي مشكلة الصحة في الجزائر صحيح مشكلة الصحة في الجزائر ومشكلة إهمال كذلك في المستشفيات الذي يطرح نفسه وكون كذلك أكيد أنه لا أحد مننا لا يعلم قضية محمد عدلان التي تناولتها وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك ظهرت مؤخرا في الإعلام للأسف شديد نتمنى أن المسؤولين يهتموا أكثر بهذا القطاع الحساسي وقطاع الصحة ربما حد قضية عدلان لو ربما الفيسبوك والموقع التواصل الاجتماعي التي ربما خلت تعطيها صدى أكبر وبعد تصريح الوزيلي قال ربما هو لا يتكفل بعدما مر على قناة الشروق في برنامج وفع للخير بعد ذلك شفنا الوزير عبد المالك بوضياف كان صرح وقال أنه سيتكفل بهذا وضعية الشهاد وكان ممتعه ونحضر اليوم معنا والدة عدلان لكن تعذر عليها المجيء طبعا نتمنى له شفاء عدلان لكل مرضى المسلمين سوف نورطفي طبعا قط غير الأخبار الدولية بعض الفاصل ترجمة نانسي قنقر